هذه الوثائق المصورة والصوتية هي حصيلة الدفعة الأولى من الوثائق الرقمية التي حصلت عليها مؤسسة أرشيف المغرب من متحف الهولوكوست الذكاري في واشنطن وتكمن قيمتها في توثيق حقبة من تاريخ يهود المغرب إبان الحرب العالمية الثانية ومعاناتهم من قوانين الفاشية العنصرية كانت فطرة الهولوكوست الأكثر مأساوية في التاريخ الإنساني والأكثر عنصرية ويجب على كل أحد هنا في المغرب أن يعرف هذا المعلومات والحقائق التي تنطوي عليها هذه الوثائق وأخرى تم جلبها من دول أوروبية في وقت سابق من شأنها برأي باحثين أن تعطي زخما جديدا للبحوث الأكاديمية حول هذا المكون الثقافي المغربي لحماية التراث اليهودي من الضياع في منطقة شمال إفريقيا هي بمتابة شهادات لأناس رجالا ونساء معمرين عمروا ووصلوا في العمر أرض له فهم يعطون شهاداتهم من الشخصية فيما عانوه من ويلات إبان الحرب العالمية الثانية فنحن مهمتنا لا البحث ولكن هي توفير مادة البحث وهذا ما نفعله الآن التعاون بين مؤسسة أرشيف المغرب ومتحف الهولوكوست التذكاري الأمريكي في مجال تعزيز التراث اليهودي قد ياخد أبعادا أخرى حسب الاتفاق بين المؤسستين توخى الارتقاء بالقيم الإنسانية الكبرى للحوار والاعتراف بالآخر مؤسسة أرشيف المغرب تمكنت العام الماضي أيضا من جلب 43 ألف وثيقة رقمية تتعلق بطاريخ اليهود المغاربة ما بين 1864 و1956 مما سيساهم برأي مؤرخين في حفظ ذاكرة اليهود المغاربة فالرافد العبري يعد برأيهم من مكونات تاريخ المغربي وهويته عبد الحيل بقالي الحرة الرباط